مساء الخير حسن تحية إلك ولضيفك ولجمهور أفصايد خلينا نستعرض أبرز الحالات التحكمية اللي حصلت بالأسبوع الثامن من بطولة لبنان منبدأ مع مباراة الأخاء علي والسلام صغرته لاعب الأخاء أحمد عطوي بيرتكب خطأ على دوغلس مهاجم السلام الحكم احتسب الخطأ ولكن عطوي كان يستحق الحصول على بطاقة صفرة بسبب التهور مطالبي من السلام بركلة جزاء والحكم يلي أمر بمتابعة اللعب كان محق بقراره لأنه ما فيه أي خطأ أيضا مطالبي من السلام بركلة جزاء والحكم كان هالمرة كمان محق بقراره لأنه اللمس غير مقصود وحركة اليد طبيعية أما ركلة الجزاء يلي احتسب الحكم لمصلحة السلام فهي كانت صحيحة لأنه الدفع كان موجود حالي وحيدي بمباراة الرسنج والاجتماعي هي مطالبة الرسنج بركلة جزاء بحجة لمس محمد عباد للكرة بإيده والمطالبة كانت صحيحة لأن اللاعب تعمد لمس الكرة ثلاث حالات بمباراة العهد والمبرة الأولى كانت حال الطرد حسن شعيته وقرار الحكم كان صحيح لتعمده ضرب اللاعب المنافس من دون كرة ديالو عم يرتكب خطأ آسي على مهاجم المبرة الحكم احتسب الخطأ ولكن ديالو كان يستحق الأنظار لتهوره مطالبة محقة من فريق العهد بركلة جزاء وقرار الحكم كان خاطئ بعدم احتسابه لأنه المخالفة موجودة مباراة التضامن صور والأنصار مطالبة الأنصار بركلة جزاء بحجة لمس مدافع التضامن للكرة بإيده وقرار الحكم بعدم احتساب شيء كان خاطئ لأنه اللمس حصل ولكن خارج منطقة الجزاء ركلة الجزاء يلي احتسبه الحكم للأنصار وعادل منه النتيجة كانت صحيحة بعدما لمس سعيد عواده الكرة بإيده بشكل متعمد بمباراة الصفة وطرابلوس ركلة الجزاء لطرابلوس قرار صحيح للحكم وعدم انذار مدافع الصفة يلي ارتكب الخطأ كمان كان صحيح مطالبة طرابلوس بخطأ قرار الحكم بمتابعة اللعب كان صحيح لأنه اللاعب المنافس أصاب الكرة ولم يصب قدم لاعب طرابلوس مطالبة الصفة بالحصول على ركلة جزاء قرار الحكم بمتابعة اللعب كان غير صحيح لأنه اللمس كان موجود ومتعمد وحركة اليد غير طبيعية قرارين من الحكم احتساب ركلة الجزاء للصفة وانذار مدافع طرابلوس والقرارين مش بمحل لأنه الخطأ مش موجود وركلة الجزاء مش صحيحة وبالتالي الأنظار غير عادل هل كان بيتوجب على الحكم إعادة ركلة الجزاء بعدما تقدم الحارس سيراج الصمت خطوطين إلى الأمام قبل صده لتسديدة نور منصور الجواب هو بيتوجب إعادة التسديد لأنه الحارس خالف بوضوح مواد الأنون بهالحالة أخيراً مع النجمي وشباب الساحل مطالبة النجمي بركلة جزاء قرار الحكم بمتابعة اللعب كان صحيح لأنه ما في خطأ والتنافس طبيعي هدف ملغى للنجمي قرار صحيح من الحكم لأنه القرى لمست يد اللاعب وكانت حركة اليد غير طبيعية وهيك منكون وصلنا لنهاية الفقرة التحكمية بحلقة اليوم من أوف سايت عودي إليك حسن لمتابعة بقية فقرات البرنامج